بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام حول وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم ووصل الكلام بنا إلى قوله سلام الله عليه يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله هناك ثلاثة أمور إذا فسحت المجال وتركتها في نفسك وتركتها أن تتحكم بك سوف تساعد على هدم عقلك أولا الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول من أظلم نور فكره بطول أمله هذا الإنسان الذي يكون على أمل طويل في الحياة يحسب أنه سيعيش إلى عشرات السنوات القادمة هذا الإنسان الذي يكون أمله زائدا وأمله طويلا في الحياة هذا الإنسان يكون قد أظلم نور فكره لماذا؟ لأن هذا الأمل الزائد سوف يدعوه إلى تسويف العمل سوف يدعوه إلى عدم الاشتغال بما ينجيه في الدنيا ولا في الآخرة فإذن هو أظلم نور فكره بهذا الفعل وكذلك ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه هذا الإنسان الذي يطفئ ويمحي طرائف حكمته يعني الحكمة التي تخرج من فمه الأمور التي تنفع الناس الأمور التي تنفعه في الدنيا والآخرة يمحوها بسبب كثرة كلامه بما لا يعنيه هذا الإنسان الذي يكون دائما كثيرا الكلام ويتكلم في كل شيء سواء كان يعنيه أو لا يعنيه سواء كان شيئا مفيدا أو غير مفيد هذا الإنسان سوف لا يكون للحكمة من فمه من مجال لا يكون كلامه مبنيا على حكمة وعلى عقل كذلك وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه هذا الإنسان أيضا الذي يطفئ نور العبرة التي يجب عليه أن يعتبر بها يجب عليه إذا نظر إلى شيء نظر إلى عاقبة أمر أن يعتبر بهذا الموضوع ولكنه بسبب كثرة شهواته يطفئ هذا النور نور العبرة ونور الاعتبار يقول الإمام فكأنما أعان هواه على هدم عقله هو يسعى بنفسه ويكون مساعدا على عقله في هدمه ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه هذا الإنسان الذي يفسد عقله سوف تكون دنياه وآخرته في خسارة يا هشام كيف يسكو عند الله عملك وأنت يعني كيف ينمى كيف يربى عملك عند الله يا هشام كيف يسكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك هل تتوقع يا هشام طبعا الوصية من هشام إلى جميع المؤمنين ليست الوصية خاصة به هشام سلام الله عليه يريد الإمام الكاظم عليه السلام أن يوصل الرسالة إلى الجميع هذا الإنسان الذي يشتغل بإطاعة الهوى بإطاعة النفس كيف يتوقع بأن عمله سوف يصعد إلى الله سبحانه وتعالى عملا متقبلا زاكيا لا تتوقع هذا الأمر الإنسان إذا أراد أن يكون عمله مقبولا ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى زاكيا يجب عليه أن يحارب ويجاهد نفسه كذلك يقول يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها تجدون بعض الأحيان بعض الناس بعض المؤمنين يعيش في وحده لا يملك أحدا من الأصدقاء أو يملك عددا قليلا من الأصدقاء لا يرافق الجميع لا يصادق الجميع لا يتحدث مع الجميع الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول بأن هذا الإنسان هذا علامة على قوة عقله لماذا؟ لأنه ترك الأشخاص الذين ينشغلون بحب الدنيا وهو انشغل بحب الله تعالى انشغل بعبادة الله بتنظيم أمور الآخرة له فهذا دلالة على قوة العقل ورغب فيما عند ربه وكان الله آنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة هذا الإنسان الذي يعيش في وحدة بسبب أنه لم يجد رفيقا يعينه على أمر الآخرة الله سبحانه وتعالى سوف يكون أنيسه وسوف يكون صاحبه في وحدته وغناه في العيلة أيضا إذا كان فقيرا الله سبحانه وتعالى سوف يسبب له الأسباب التي تجعله غنيا ومعزه في غير عشيرة كذلك هو عاش في وحده بسبب أنه ترك حب الدنيا الله سبحانه وتعالى سوف يعوضه بأن يجعله عزيزا في هذه الدنيا ثم قال له الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود الإنسان العاقل الذي يحكم عقله فيما أراده الله سبحانه وتعالى منه الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الميزة سوف يتقبل عمله ويجعله مضاعفا بعكس الإنسان الذي يكون متبعا لهواه ويكون جاهلا الله سبحانه وتعالى سوف يرد عليه عمله يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا فلذلك ربحت تجارتهم الإنسان العاقل الذي يخاف مصير آخرته ويخاف ما سينقلب عليه في الآخرة رضي من الدنيا بالقليل ولكنه ضم إلى هذا القليل من الدنيا الحكمة الاعتبار الفهم والعمل بهذا العلم الذي تعلمه فلذلك رضي بالدنيا بالقليل ولكنه ضم إليه الحكمة فهذا الإنسان الإمام الكاظر عليه السلام بيّن بأن هذا الشخص العاقل الذي يفعل هكذا أمر ربحت تجارته الإنسان الذي يبحث عن حب الدنيا ولكنه دون حكمة دون عقل دون فهم هذا الإنسان خاسر في تجارتي وإن كان متحصناً على الأموال وعلى الجاه في الدنيا يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك إذا كان يا هشام يغنيك ما يكفيك أنت تحتاج إلى لنفرض تحتاج إلى دينار في اليوم تحتاج إلى درهم في اليوم هذا الأمر يكفيك هذا الدرهم هذا الدينار يكفيك في هذا اليوم إذا كنت قانعاً ومقتنعاً بهذا الكسب وهذا الدرهم وهذا الدينار فأدنى ما في الدنيا يكفيك أي شيء يقدم إليك في هذا الدنيا يكفيك لأنك أنت راضي راضي بهذه القسمة راضي بهذه القناعة وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك إذا كنت لا ترضى بما يكفيك في يومك ولا ترضى بما يكفيك في شهرك أو في سنتك فإذا أعطيت الدنيا كلها لم يكن كافيا عندك لأن الطمع يبدأ في نفسك الطمع يبدأ يوسوس لك والشيطان يبدأ يوسوس لك حتى تنال كل شيء فإن قدمت لك الدنيا كلها تريد المزيد من ذلك يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا أو فضول الدنيا فكيف الذنوب؟ وتركوا الدنيا من الفضل وتركوا الذنوب من الفرض الإنسان العاقل ترك فضول الدنيا يعني الأشياء الزائدة عن حاجته تركها لأنه يعلم بأنها زائلة فما بالك بتركه للذنوب؟ لماذا؟ لأن الإمام الكاظم يقول تركوا الدنيا هي من الفضل يعني إذا الإنسان ترك الدنيا هذا إنسان فاضل ولكن تركوا الذنب من الفرض من الأمور الواجبة فإذا هو ترك الأمر الفاضل الأمر المستحب له الأمر المحبب له فما بالكم بترك الأمر الواجب عليه يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة ولكن الإمام الكاظم عليه السلام بيّن بأن هناك علاقة عكسية بينهما الإنسان الذي يطلب الدنيا سوف يخسر آخرته بعكس الإنسان الذي يطلب الآخرة الدنيا تأتي طيع له حتى ينال منها رزقه جعلنا الله وإياكم من الأشخاص الذين يلتزمون بتعاليم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في الدنيا ومن الذين يحشرون معه في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر